افتتاح ممر إنساني بريف إدلب لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية بهذه الكلمات وبإنسانية طافحة عنونت وكالة سانة تابعة لميليشيا أسد مضيفة أنه تم تجهيز طاقم طبي كامل وفرقا ستكون مهمتها تقديم المساعدة للراغبين بالعودة إلى قراهم المحررة من الإرهاب حسب زعمها متنسية عن ميليشيا أسد وآلة قتله هي من كانت سبب عذباتهم الناشط الإعلامي أبو آلاء لمعراوي أكد بكاميرته عدم وجود أي مظاهر لفتح المعبر مثل ما نكون شايفين ما في حدا على الطريق غير أنا لا حركة تجارية ولا مدنيين وما في حدا خالص خالص هاي المدخل الشرقي لمدينة سرمين وأنا بإمكاني نروح صور لسا أقرب على مدينة سراقب ولكن مشان نقاط العسكريين ما سير أي إشكال ما أخوانا الله يحميهم يا رب شوفوا لي وين المدنيين وين السيارات حتى دراجة نارية ما فيه جهات إنسانية وحقوقية كذبت مزاعم روسيا ونظام أسد بفتح المعبر حيث نفى فريق منسق الاستجابة خروج أي مدني من مناطق شمال غرب سوريا إلى مناطق استيلاء أسد مضحا أن أغلب قاطني الشمال هم من المهجرين قسرا والنازحين التي هجرتهم ميليشيات أسد وبدعم من طيران الاحتلال الروسي وسائل إعلام تابع للفصائل نفت أيضا ما تروجه الميليشيات الطائفية عن فتح معبر في سراقب مضحا أن أوضاع الناس في المخيم باتت أفضل من مناطق سيطرة أسد حيث الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والانفلات الأمني ترويج نظام أسد لفتح المعبر تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة للميليشيات الطائفية والاحتلال الروسي تضم عشرات العناصر ورشاشات ثقيلة إلى مدينة سراقب مكان فتح المعبر المزعوم إذن حركات استعراضية لميليشي أسد وحليفته الروسية وكعادتها في محاولة منها لتضليل الرأي العام بالدعائهم الحرص على سلامة المدنيين الأمر الذي لا يلقي له أهل الشمال السوري بالا بعد أن خبروا جرائم تلك الميليشيات الطائفية على مدى سنوات وسنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر